المتابعين الكرام أهلا بكم من جديد كشفت شبكة بلومبرغ العالمية أن السعودية تسعى لرفع الأسعار المحلية للوقود والوقود النفاث مطلع نوفمبر القادم في إطار خطة السعودية للحد من الإنفاق الحكومي وتقليل الاعتماد على النفط بعد التراجع العالمي في أسعار النفط ونقلت بلومبرغ عن مصدر مسؤول أن الحكومة السعودية ستدفع بأسعار البنزين للتكافؤ مع الأسعار الدولية مبينة أن سعر البنزين الأكتان 91 سيصبح من 0.75 إلى 1.35 ريال أي بنسبة ارتفاع تصل إلى 80% مشيرا إلى أن الحكومة السعودية تعتزم تأجيل زيادة أسعار الطاقة الأخرى إلى نهاية 2018 وأضافت أنه من المتوقع أن تتخذ السعودية قرارا نهائيا بشأن الزيادة في سبتمبر أو أكتوبر في حين لم توضح وزارتها المالية والطاقة والصناعة والثروة المعدنية طلب الزيادة حتى الآن مبينة أن عمليات إصلاح دعم الطاقة تشكل جزءا رئيسيا في برنامج إعادة الهيكلة في السعودية إلى جانب بيع حصص في كيانات مملوكة للدولة بما في ذلك طرح نسبة من شركة أرامكو العملاقة للاكتتاب لمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا على شبكة الانترنت المربعة نت ولا تنسوا الاشتراك في القناة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة